الشعار قديم كل شيء من أجل المعركة أستاذ يونادم جنابك تذكرونها في فلسطين وشيء الآن تحول الشعار جديد كل شيء من أجل الانتخابات وكأنه نجمع فلوس حلال حرام نضغط نسوي أي عمل وحتى قد ندخل في قضايا بها جوانب لأن الانتخابات صارت عندك فلوس تصعد الناس ما عندك فلوس ما راح تصعد الناس هذه قضية خطرة صارت بصراحة ماكو واحد يسأل يجي حزب صغير وما يجي حتى مقعد واحد يصرف له مثلا عشرة مليار ماكو واحد يجي يسأل بابا انت منين جبتهاي لأموال تعال انت صحيح انت عندك أموال بس هل يحق لك أن تشتري الأصوات بفلوس أكون دول ما تقبل هذه المسائل الانتخابات إلى آلية معينة إلى لافتة معينة لازم يصرف له أما يصرف له واحد أنا أدري أدري شخصيا أشخاص معينين كانوا حفات هسا يصرف له مليار ونص على مد يصعد ماكو حتمي حاسب يقول لأبا منين جبت هذه الأموال وأصبحت الحركات يلمون فلوس على مد يصعدون هذا يجي ضغوطات على الحكومة تعال اضطينا عقود تعال اضطينا أموال تعال يسعى لأن يحصل الأموال من أبواب غير شرعية وتسبع بأنه جسد سعره مثلا ميت مليار تحال مثلا ميتين مليار ميتين وكمسين مليار وبهذه بصراحة يعني بيها حجي وكثير من المهندسين وكثير من المخمنين لبعض المشارع يقول هذا مبالغ بيها صحيحنا نريد مشاريع سريعة ولكن صرف أموال طائلة معناته فيها جانب من جوانب الفساد وقس على ذلك في كثير من القضايا نفط يسرق من بعض القضايا ويذهب ويرسل إلى مناطق أخرى على موذي الأموال هذه المسألة إذا لم يكن هناك في القضاء أو في أي مؤسسة معينة أن يحدد بأن لا يحق لكل إنسان يشارك بالانتخابات عن مثلا خمسين مليون دينار إذا شسمه راح نطلع منه حتى إذا صرفنا واحد وخمسين راح نطلع يعني يصير فرد ضابطه لا يسمح بأنه يكون هدف الكتل السياسية الفوز والانتخابات وما دام الفوز إذا بالاستعاضة ليجيب أن يكون هناك أموال طائلة وهذه الأموال منين يجي؟ يا حركة يا حزب عند أموال وحتم أن هذه الأموال تأتي من الحركة السوقية الموجودة في العراق وقال يكون بعض الدول هم تساعد ولكن في كل حوال هذا المفهوم مفهوم غلط وهذا المفهوم راح يؤدي إلى تنافس غير شريف تنافس غير صحيح تنافس قد تؤدي على مود مقعد واحد واحد يختل الثاني واحد يختطف الثاني وتوجد حالة من عدم الاستقرار في الواقع الحالي لذا نحن بصراحة علينا إذا نريد من الاستقرار يجب أن يكون هناك مؤسسات رصينة عاملة يتابع كل شيء